أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذب الهجة بباد غير ذي زر غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهدي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض بلا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومنذ الهجتي ربنا متقبل دعاء ربنا اغفر لي ولبالد الجمل المؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهدعين مقنعين روسهم لا يردد إليهم طرفهم وأفئدتهم هماء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبعي الرسولة ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زمان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبجن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف معده رسله إن الله عزيز من انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الماحد القهار فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى مجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله العظيم